احتراماً لسيادة العراق وتقديراً للصوت شعبه الحر لم تتوقف خلية العمل بيد واحدة تجمع كافة المستويات والقيادات الأمنية بدرجة قصوى من الوطنية التي تنبثق عن إظهار صوت الديمقراطية المنشودة لجنة أمنية تنبثق عنها لجان فرعية إدارية لوجستية وإعلامية تضع الأهمية القصوى لضمان حق المواطن العراقي في الانتخابات والتسويت وضمان عملية التشريع أن تنجح بنزاهة وشفافية بعد أن خاض العراقيون تجريبة قاسية في انتخابات سابقة لا يريدون لها أن تتكرر لم يترك رئيس الحكومة الإشراف المباشر على اللجنة الأمنية المخصصة للتجهيز للعملية الانتخابية لحظة واحدة فالجديد الذي يزف خبر طمأنة المواطن اجتماع مع قيادات القوات البرية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة لتدشين خطط الاستعداد للانتخابات لدينا خطط قادمة منها عملية توعية وتدقيف وانتشار وحث المواطنين على الذهاب إلى عملية التحديث هذه واقتناء البطاقات باعتبارها حق دستوري وحق قانوني وعلى هذه اللجنة ومن خلال دعم السيد الرئيس الوزراء توفير كل الأجواء المناسبة للمواطنين أما النزاهة والشفافية فهي العنوان الذي تنتهجه القوات الأمنية والمفوضية العليا للانتخابات بتحقيق الدور الوطني تعزيزا وتشجيعا لكل عراقي بتحديث بطاقته البايومترية وتشجيعه على التصويت والمشاركة في عرس ديمقراطي تشريعي يحيي نبض البرلمان ونهج السياسة ويرسم معالم الاستقرار والقرار الاستحقاق الانتخابي الذي يحقق أول مطلب للعراقيين يربط القائمون عليه اليوم من لجان أمنية بإشراف حكومي ومفوضية وفرق مختصة يربطون الليل بالنهار ليكون صوت العراقي هو الأعلى فوق أصوات النشاز ويدخل اتخاذ القرار كل بيت بما هو مخطط له إحياء للثقة ونبض الوطنية التي تعلي شعار العراق أولا